السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني من الفيديو اللي فات ورجعنا في فيديو أمر يا جماعة أمر أمر الريحة وصلوني من هنا أقسم بالله الريحة والشكل وبص بقى كل حاجة وماشاء الله الله أكبر أول حاجة بس هنسمي لا ونقول ماشاء الله وربنا يبارك يا رب الله مبارك للكل أول حاجة بقى تعالوا هنشوف الجمال اللي احنا شايفينه ده اتعمل إزاي دي طبعا بقى بطاية كده محترمة آآ ما شاء الله شكلها شوفوا بقى يعني مش قادرة أقول يعني متنظفها عاملة كل المساج بديكير مريكير كل حاجة شكلها ماشاء الله كويس قوي وحجمها برضو كويس دلوقتي بقى الشيف علي الشيف علي جماعة ده جزء أختي بسم الله ما شاء الله أكله بقى مش قادرة أقول لكم بقى بجد أنا ببقى ساعات يعني نفسي يعمل لي بقى كده رغيف حواشي يعمل لي كفتة يعني بستنى ان كل سنة والله مثلا يبقى فيه مناسبة فيه عيد فيه أي حاجة عشان بيكي بقى يشايصنا من الحاجات دياته وأكله وطعمه بصراحة جميل جدا أول حاجة بقى زي ما انتم شايفين كده هو مسك البطاية يعني نفتها تنفيذة كويسة وماشاء الله التقطيع يعني تقطيع محترمة جدا مش أي حد طبعا يعرف يقطع البطاية بالشكل ده أول حاجة بقى جاب الحلة شوح البطاية كويس قوي بصلايا صحيحة ورق لوري بشر حبة البرقة معلقة فلفل أصمر زي ما انتم شايفين برضو بس يعني يعني طبعا بصراحة دي مش توابل يعني حاجات كده بسيطة بس بتفرق في الريحة وبالطعم اتشوحت بقى البطاية كويس قوي زي ما انتم شايفين كده ونزلت ميتها يعني هي بقى نزلت ميتها هيد قام بقى نزل بالماء السخنة عليها عشان بقى تعمل شوية شربة محترمة بس نزل عليها بالماء السخنة كده وخلاص هتاخد بقى ايه هتستوي يعني احنا هنسيبها نص يعني هتدخل على السوة كده وبعدين بقى ايه هجاب رز الرز بقى هيعمل رز أبيض هتبقى صنية رز مدفوس فيها البطاية في الفرن يعني يعتبر البطاية دخلة على اواخر في السوة كده يعني مثلا ربع سوة كده في الاخر دي هنسيبها تستوي مع ايه مع مع الرز الرز بقى نزل عليه باللبن وزي منو شايفين كده لا 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 منظر الزبدة وهي بتتقطع رولات رولات لا شيف يا جماعة جد شيف احلى شيف احلى شيف احلى شيف عليه في العيلة وبعدين بقى مغرفتين شربة كده على الوش هو بيحاول ياخد الدسم بتاع البطاية على وش الشربة ده ونزلها بقى ايه على اللبن وطبعا بقى بيبقى الشربة حتى بقى الملح بتاعها يعني ضبط الملح بتاعها وكده والبطاية استوت برضو لا يعني البطاية هي يعتبر استوت بس لسه ما كملتش سواها تكمل سواها في قلب الطاجن ده ما شاء الله الشكل الله اكبر الله اكبر على الشكل يعتبر بقى كده بيتفس البطاية دي اتفقل بالرز من تحت كده لا بجد احتراف احتراف والزبدة ما شاء الله ساحت وشكلها هيجنن بعدين بقى دخلت على فرن عالي وبسم الله ما شاء الله لا 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 يا جماعة لا يا جماعة انا هنزل وصفات القناة كلها من عند الشيفة علي يا جماعة بجد تسلم ايدو والفيديو يجنن ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولوا لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفي القناة وفعالي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله واشوفكم فيديو جديد ووصفات جديدة باذن الله لا 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 جمال مش قادرة اقفل الله 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 بجد الله تسلم ايدو البطاية الزبدة بجد زبدة بمعنى الكلمة تنسوش لايكات كتير بقى لايكات كتير 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 يالا باي باي ترجمة نانسي قنقر